اشتركوا في القناة الحمد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين الحديث الثالث من باب المشية والإرادة عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أنه قال أمر الله ولم يشأ وشاء ولم يأمر أمر إبليس أن يسجد لآدم وشاء أن لا يسجد ولو شاء لسجد ونهى آدم عن أكل الشجرة وشاء أن يأكل منها ولو لم يشأ لم يأكل هذا حديث شريف ذكره الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن سنان ومضمون هذا الحديث الشريف ورد في عشرات من الآيات القرآنية الشريفة إذا تراجعون كلمة شاء في كتاب المعجم المفهرس ونظرتم إلى الآيات التي فيها كلمة المشيئة هذه المادة تجدون التطابق التام بين هذا الحديث وبين تلك الآيات لأن كلامهم عليهم السلام مقتبس من القرآن الكريم ومفسر للقرآن حاصلوا هذا الحديث والمحصلة للآيات القرآنية الشريفة في هذا المجال هو أن لله سبحانه وتعالى إرادتين إرادة تكوينية وإرادة تشريعية الإرادة التكوينية تتعلق بفعل الله سبحانه وتعالى في التكوين الخلق والتقدير والتصرف في هذا الكون وتدبير أموره الله سبحانه وتعالى أراد أن يخلق هذا الكون وما فيه وأراد أن يدبر أمره فهو الخالق وهو بدون تأخير لأنه لا شيء يعجز الله سبحانه وتعالى في السماوات والأرض نحن قد نريد شيئا لكن لا نتمكن من الوصول إلى ذلك الشيء لماذا؟ لأن هناك موانع أنت تريد شيئا لا تتمكن من فعله أو تريد شيئا ولكن يحدث مانعا أمامك وأمام هذا الشيء أو هناك إرادة أقوى من إرادتك تغلب إرادتك لكن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا فإنما يريد ذلك الشيء بحكمته ولا شيء يتمكن من أن يغلب قدرة الله سبحانه وتعالى لأن الوجود بأسره مخلوق لله وفي قبضته سبحانه وتعالى هذه الإرادة التكوينية متعلق هذه الإرادة الخلق والتدبير وهناك إرادة أخرى هي الإرادة التشريعية بمعنى إصدار الأحكام الشرعية من واجبات ومحرمات إلى سائر الأحكام كذلك إذا أراد الله سبحانه وتعالى إصدار حكم هل هناك شيء يمنع من إصدار ذلك الحكم كلا الله سبحانه وتعالى أراد أن ينزل الأحكام التشريعية على أنبيائه ليبلغوها للناس هل هناك موجود يتمكن من أن يمنع صدور ذلك الحكم من الله سبحانه وتعالى كلا فكما أن الإرادة التكوينية لا يمنعها شيء وإنما إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون كذلك في الإرادة التشريعية الله سبحانه وتعالى إذا أراد إرسال الأحكام وتشريع تلك الأحكام لا يتمكن أحد من منع الله سبحانه وتعالى من تشريعها البشر قد يريدون تشريع شيء لكن تكون هناك موانع يعني أفرض مثلا مجموعة من النوام في البرلمان يريدون تشريع قانون لكن الأغلبية يعارضونهم أو المحكمة الدستورية تجي وتلغي ذلك القانون مثلا لمخالفته للدستور الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يجعل الصلاة واجبة الصلاة صر واجبة هل يتمكن أحد من أن يمنع هذا الوجوب؟ لا البعض يتصور أنه الإرادة التشريعية تنفك عن المراد يعني الله يريد أن يصلي الناس لكن الناس لا يصلون الله سبحانه وتعالى يريد للناس أن يكونوا مؤمنين لكن أكثر الناس كفار الله سبحانه وتعالى يريد للناس الخير لكن كثير منهم يرفضون ذلك الخير ويتوجهون إلى الشار يريد منهم أن لا يشربوا الخمر الكثير أشرب الخمر يتصور أن هناك انفكاك بين الإرادة والمراد في الإرادة التشريعية فهكذا يتصور أنه الإرادة التكوينية لا تنفك عن المراد لكن الإرادة التشريعية تنفك عن المراد لكن هذا تصور غير صحيح وإطلاق الأدلة بل الدليل العقلي على أن الله إذا أراد شيئا لا يمنعه مانع وذلك المراد يتحقق يشمل حتى الإرادة التشريعية لكن ما هو المراد في الإرادة التشريعية هل المراد صدور الفعل من العباد كلا في الإرادة التشريعية المراد صدور الحكم صدور الفعل من العباد ذلك يرتبط بالإرادة التكوينية يعني الله سبحانه وتعالى في الإرادة التشريعية يريد تحريم الخمر خلاص الخمر حرام صار ليس الحكم هو الحلية الله سبحانه وتعالى في الإرادة التشريعية يريد وجوب الصلاة الصلاة صارت واجبة ليس متعلق الإرادة التشريعية فعل الناس حتى تقول الناس ما يصلون كثير منهم الناس يشربون الخمر الكثير منهم فلم يتحقق المراد التشريعي لله كلا الله سبحانه وتعالى مراده التكوين بالنسبة إلى أفعال الناس مراده التكوين أن يكون الناس مختارين في أفعالهم خلقهم مختارين يعني الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان مختار يتمكن من أن يطيع أو أن يعصي يتمكن من الإيمان ويتمكن من الكفر هذه الإرادة التكوينية بالنسبة إلى أفعال العباد أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون العبد مختارا باختياره يؤمن أو باختياره يكفر فمن شاء فليكفر ومن شاء فليؤمن وإرادته التشريعية صدور الحكم يعني إيجاب الصلاة تحريم الخامر وهكذا وأهلم جرة بالنسبة إلى سائر التكليفات أو التكاليف الشرعية فإذن الإرادة سواء تكوينية أو تشريعية لا تنفك على المراد عن المراد وإذا رأينا الناس لا يطيعون الله سبحانه وتعالى ويعصون لا يمتثلون أوامره هذا لأن أفعالهم لم تتعلق بالإرادة التكوينية بالجبر بأن يكون مجبورا على فعله لا الله يريد صدور الفعل من العبد باختياره فلذا الإنسان مختار إذا هذا التضح نجي إلى هذا الحديث الشريف الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة وإبليس أيضا كان مأمورا ولو أنه لم يكن من الملائكة كان مأمورا بالسجود في آية شريفة من القرآن الله سبحانه وتعالى يقول إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه فأمر الله سبحانه وتعالى الملائكة وأيضا أمر إبليس بالسجود لآدم عليه الصلاة والسلام لأن إبليس أيضا كان مختلطا بالملائكة في سنوات طوال يعبد الله سبحانه وتعالى كما أن الملائكة كانوا يعبدون هو من جنس آخر هو من الجن وليس من جنس الملائكة من جنس الملائكة لكن كان مختلطا معهم فالأمر شمله أيضا جنس الملائكة وأن يسجد إبليس باختيارهم ليس بالجبر لكن إبليس عصى الله سبحانه وتعالى لو الله سبحانه وتعالى كان يكره إبليس يجبر على السجدة ما كان يقدر يمتنع لأن إرادة الله التكوينية غالبة على أية إرادة لكن الله لم تكن إرادته جبر الملائكة وجبر إبليس على السجود وإنما أراد إيجاب السجود عليهم فالسجود وجب على كلهم تكوينا أراد اختيارهم تشريعا أوجب عليهم فقط لذلك الملائكة سجدوا باختيارهم وإبليس لم يسجد باختياره الله سبحانه وتعالى عمر إبليس بالسجود يعني هنا إرادة تشريعية كان موجود كانت موجودة بمعنى أن السجود كان واجب على إبليس لكن كانت إرادة تكوينية بأن يقع على الأرض ساجدا من دون اختياره لا ما كانت إرادة تكوينية كما في أفعالنا الله سبحانه وتعالى كلفنا جميعا أي واحد بالغ عاقل مكلف فالإرادة التشريعية شملتنا جميعا في الطاعات وترك المعاصي لكن الإرادة التكوينية في تحقق الفعل جبرا لا وإنما الإرادة التكوينية تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين نهاهم نها آدم وحواء أيضا نها آدم عن أكل الأكل من تلك الشجرة لكن هل الله سبحانه وتعالى تكوينا أجبر آدم على عدم الأكل كلا الله خلا مختار ولذلك آدم أكل من تلك الشجرة لو الله سبحانه وتعالى بالإرادة التكوينية ما كان يريد يتحقق أكل آدم لتلك الشجرة هل إرادة آدم كانت تتغلب على إرادة الله يعني هل المخلوق إرادته غالبة على إرادة الله كلا الله أراد آدم أن يكون مختارا هذه الإرادة الربانية تحققت زيان آدم باختياره عصى طبعا سابقا ذكرنا أنه بالنسبة للملائكة بالنسبة إلى الأنبياء الأنبياء معصومون ولا يعصون الله سبحانه وتعالى بل حتى لا يفعلون المكروح وما ورد في مخالفاتهم حسب رأي المشهور إنما هو ترك الأولى يعني الله سبحانه وتعالى عندما نهى آدم لم يكن نهي تحريم ولا نهي تنزيح وإنما نهي إرشادي تفصيل مر الله سبحانه وتعالى بيّن له إن أكلت من هذه الشجرة بقائك في الجنة بعد ما بمصلحة لازم تنزل إلى الأرض فالنهي كان نهي نهي إرشادي كما يقول الطبيب للمريض أنه أنت إذا استعملت الحمية خلال أسبوع الطيب لكن إذا ما استعملت الحمية مرضك يزوء يستمر بس أنت تريد استعمل الحمية أو تريد لا تستعمل الحمية فليس عصياناً بالمعنى الحقيقي للعصيان بمعنى أن يكون ارتكب معصية وذنباً بس نرجع إلى الكلام في هذه الرواية الله نهى آدم لكن هل أجبره تكويناً بأن لا يأكل من تلك الشجرة؟ كلا لم يجبره تكويناً وإنما جعله مختاراً ولو كان الله يريد جبر الناس على الهداية كل الناس كانوا يحتدون كما في الآية الشريفة وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا يعني الله سبحانه وتعالى إذا كان يريد إجبار الناس على الهداية كل الناس كانوا يؤمنون لكن المصلحة اقتبت أن الله سبحانه وتعالى لا يجبر الناس على الهداية وإنما يخيرهم يجعلهم مختارين في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا إذا كنا نريد مشيئة تكوينية أن نجبر الناس على الهداية كل الناس الله سبحانه وتعالى كان يخلقهم مهتدين مثل ما الله سبحانه وتعالى في تركيبة جسم الإنسان أي إنسان له دماغ مخ هل كان في اختيار أن يكون له مخ هل في اختيار كان أن يكون له قلب مثلا هل في اختيار أن يجي إلى هذه الدنيا كلا هذه أمور الإنسان بدون اختياره شاءها الله سبحانه وتعالى كان يمكن الله سبحانه وتعالى يجبر جميع الناس على الإيمان يعني كل الناس يكونون مؤمنين بالاختيار منهم ولا يتمكنون من الكفر أصلا من اختيار الكفر كان يتمكن لكن لم يكن مصلحة في ذلك وإنما المصلحة في كون الإنسان مختارا إذن الله سبحانه وتعالى لو كان يشاء الهداية التكوينية لكل الناس كان يتمكن لكن المصلحة اقتلت أن يريد اختيارهم هذا بالنسبة إلى هذا الحديث الشريف بس نقرأ مقاطع هذا الحديث الشريف ونوضح المقصود منه عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال سمعته يقول أمر الله ولم يشأ أمر يعني الإرادة التشريعية ولم يشأ يعني لم يشأ تكوينا إجبار الناس على امتثال ذلك الأمر وشاء ولم يأمر شاء يعني الله سبحانه وتعالى شاء أن يكون الإنسان مختارا ولم يكرهه على ما يريد وشاء يعني الله سبحانه وتعالى شاء اختيار الإنسان ولم يأمر ولم يأمر يعني لم يجبره على ما يريده يمثل مثالين الإمام عليه الصلاة والسلام المثال الأول أمر إبليس أن يسجد لآدم أمره وشاء أن لا يسجد شاء أن لا يسجد ليس بمعنى أنه أكره إبليس على عدم السجود كلا لو كان الله سبحانه وتعالى أكره إبليس على عدم السجود عقوبة ما كان لها معنى الإنسان المجبور عقوبته ظلم إذا أنت ألجأت إنسان على شيء يعني أفرض واحد ألقاه في البحر فلما تبلل يعاقبه على أنه لماذا تبللت ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتلى بالماء هذا الظلم أنه أنت تجبر أحدا بدون اختياره على فعل ثم تعاقبه على ذلك الفعل الله سبحانه وتعالى عمر إبليس بالسجود وشاء أن لا يسجد ليس بمعنى مشيئة يعني جبر على عدم السجود وإنما بمعنى شاء أن يكون مختارا مع علمه بأنه لا يسجد يعني الله خلق الناس مختارين مع علمه بأن الكثير منهم لا يطيعون مع أنه يعلم بأنهم لا يطيعون مع ذلك جعلهم مختارين لمصلحة في الاختيار فلذا أمر إبليس أن يسجد ولكن شاء أن لا يسجد يعني شاء أن يكون مختارا مع علمه بأنه سيختار عدم السجود ولو شاء لسجد يعني الله سبحانه وتعالى لو كان يشاء مشيئة تكوينية بأن لا يكون إبليس مختارا وإنما يكون ملجأا مجبورا على السجود ما كان يتمكن إبليس أن يمتنع لأن إرادة الله سبحانه وتعالى التكوينية غالبة على أي إرادة أخرى هذا المثال الأول اللي هو مثال لأمر الله ولم يشاء المثال الثاني اللي هو مثال وشاء ولم يأمر ونهى آدم عن أكل الشجرة وشاء أن يأكل منها الله نهى آدم ولا تقربى هذه الشجرة لكن شاء أن يأكل منها ليس بمعنى مشيئة تكوينية بمعنى إجباره على الأكل لأنه لو كان مجبور بالأكل ما كان معنى لعتابه ولا ما كان معنى لجزائه بإخراجه من الجنة ولا كان معنى بذكر الآيات التي تذم هذا الفعل فالمعنى وشاء أن يأكل منها يعني شاء أن يكون مختارا مع علمه بأنه سيأكل منها مثل هذه الآية الشريفة اللي الله سبحانه وتعالى يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين شنو معنى ذكر المفسرون معاني منها أنه الإنسان يختار الإيمان كيف تمكننا من اختيار الإيمان أو ذاك الكافر البعيد اختار الكفر كيف تمكن من اختيار الكفر لأن الله شاء أن نكون مختارين وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين يعني إلا حينما شاء الله أن يخلق الإنسان مختارا هذا ذكره بعض المفسرين هناك أيضا تفسير آخر هو قريب من هذا التفسير هو أن الله سبحانه وتعالى حينما أرسل الرسل شاء الله أن يرسل رسلا فحينما أرسل الرسل المؤمنون اختاروا الإيمان لولا أن الله كان يرسل الرسل ما كان أحد يتمكن من اختيار الإيمان لأنه ما يدري شنو هو الإيمان العلم من الله سبحانه وتعالى يعني أفرض مثلا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله إذا الله ما كان يبعثه هل نحن كنا مسلمين؟ كلا هل الذين أسلموا في زمانه كحمزة وأبي طالب مثلا والعباس والمؤمنين من الصحابة هل كانوا هؤلاء يؤمنون؟ كلا لأنه الله سبحانه وتعالى إذا لم يكن يرسل الرسول كيف هؤلاء يعرفوا الإيمان حتى يختاروا ذلك الإيمان وما تشاءون يعني شاء المسلمون الإيمان وشاء الكفار الكفر إلا أن يشاء الله رب العالمين إلا أن الله أرسل الرسول فاختار فاختار البعض الإيمان واختار البعض الكفر ولولا إرسال الرسول كما في تلك الآية ما حد كان يؤمن كان الناس أمة واحدة الجميع مجتمعون على الضلال فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْدِرِينَ الأنبياء جاءوا وَبَيَّنُ فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء يعني هل أجبرهم على الظلال يعني الله أجبر السامري على الظلال أجبر بني إسرائيل الذين عبدوا العجل على عبادة العجل أجبر هارون على أن لا يعبد العجل والقليل من المؤمنين كلا المعنى أن الله سبحانه وتعالى امتحن الناس حينما ذهب موسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام إلى الطور ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعاشر فذول عندما شافوا موسى لم يرجع بعد الثلاثين تصوروا أن موسى مات فقاد السامري انقلابا عسكريا على هارون وصي موسى عليه الصلاة والسلام وصنع عجلا من حليهم وأمر الناس أن يعبدوه إن هي إلا فتنتك تضل بها يعني بتلك الفتنة من تشاء وتهدي من تشاء يعني لأنه هذا الامتحان يستدئي الاختيار لأنه بدون اختيار الامتحان ما إلى معنى واحد مجبور تريد تمتحنه فيما هو مجبور فيه ما إلى معنى الامتحان إنما له معنى حين اختيار الإنسان فالله سبحانه وتعالى جعل ذلك الامتحان لكي يظل من يشاء ويهدي من يشاء يعني الذي يختار الكفر يظله الله سبحانه وتعالى والذي يختار الإيمان يهديه الله سبحانه وتعالى فإذن ونهى آدم عن أكل الشجرة وشاء أن يأكل منها يعني شاء أن يكون مختارا مع علمه بأنه سيأكل منها ولو لم يشاء لم يأكل يعني إذا الله لم يشاء اختيار آدم إذا آدم ما كان مختار تكوينا إذا الله لم يشاء اختيار آدم كان يتمكن من الآكل خلافا لإرادة الله سبحانه وتعالى كلا فإذن هذا الحديث يدل على أن لله إرادة شريعية وإرادة تكوينية بالنسبة إلى الإرادة التكوينية المراد يتحقق وهو الخلق والتقدير والتدبير بالنسبة للإرادة التشريعية المراد هو صدور الحكم زين الله أصدر الحكم تشريعا وتكوينا أرادة اختيار الناس وكذلك الجن وكذلك الملائكة هذه موجودات مختارة تكوينا أرادة اختيارها وتشريعا أصدر الأوامر لها والنواهي فإذن الأوامر والنواهي موجودة وأنت مختار تتمكن تختار الامتثال والطاعة أو تختار المعصية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا الزلل وأن يوفقنا للطاعات وترك المعاصي آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين محمد وآله الطاهرين